شهد وزير البترول طارق الملة توقيع سبع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين قطاع البترول والغاز وعدد من الشركات العالمية في مجال الاستدامة وخفض الانبعثات وذلك في إطار قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة في شرم الشيخ أكد الملة أن مذكرات التفاهم تأتي انتدادا لجهود بدأتها الوزارة لتعزيز قدرتها لصناعة البترول والغاز المصرية وإمكانياتها في مجال خفض الكربون وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابدة للغازات الطبعية إيجاس وشركة شال مصر بهدف التعاون في إنشاء إطار عمل لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة وتقليل انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من عمليات جميع شركاء شركة إيجاس